ناتو عربي خاص بالشرق الأوسط لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها التهديدات الإيرانية هذا ما أكده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقوله إن العمل جار من أجل تشكيل جبهة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة لافتا إلى أن بلاده ستكون من أوائل داعم هذا الحلف ويظهر من خلال تصريحات العاهل الأردني أن مواجهة الخطر الإيراني هو الداعي الأول لتشكيل الحلف حيث زادت الميليشيات الإيرانية في سوريا من عمليات تهريب السلاح والمخدرات وباتت تهدد أمن واستقرار دول المنطقة مستغلة حالة التضعضع العربي والأزمات التي تعصف بالمنطقة والعالم وعلى رأسها الحرب الدائرة في أوكرانيا الأثر الإيجابي للمجموعة العربية المزمع إنشاؤها هو الدفع نحو التحاور بين الدول العربية لإيجاد الحلول كما تفعل مختلف الدول في هذه الفترة كما يرأي الحلف الجديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويصب في صالح إعادة الدور العربي الفاعل الحلف العربي الجديد يبدو أنه يسير نحو التشكل بخطوات متسارعة مثلتها زيارات الدبلوماسية العربية المتبادلة وعلى وجه الخصوص جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي شملت زيارة مصر والأردن وتركيا وكذلك زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى القاهرة حاجة المنطقة إلى جبهة عربية موحدة باتت ضرورة قصوى كما يرى مراقبون في ظل نشوء أحلاف عالمية جديدة وتسارع التغيرات العالمية التي قد تنتج مشاريع جديدة تستوجب حضور دور عربي فاعل قادر على التفاعل معها وحماية المنطقة من تهديدات وجودية تمثلها الأذرع الإيرانية التي بات التصدي لها قضية محورية موسيقى